أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة نظير الروماني نيكولايتشوكا إلى مصر تمثل فرصة جيدة لمتابعة ملفات العلاقات الصنائية والبناء على هذا الزخم في العلاقات من أجل تعزيز هذه الروابط في مجالي الاستثمار والتجارة وخلال جلسة مباحثات مشترقة أشر مدبولي إلى أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الروماني ستشهد توقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وخلال جلسة المباحثات أكد رئيس الوزراء الروماني أن هذه الزيارة هي مناسبة مهمة للغاية لبحث ما تستطيع بخارست إنجازه على مستوى الأولويات التي تحقق ما يطمح إليه الشعبين